بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة معظمة جداً من كنوس السنة. كيف تبني كل جمعة تلاتة وتلاتين الف مليار غرفة من در وياقوت في الجنة. او تلاتة وتلاتين مليون مليون غرفة من در وياقوت. تلاتة وتلاتين وجنبها 12 صفر. غرفة من در وياقوت. الغرفة ساحتها ستين ميل في ستين ميل. كما جاء في النبيل السعصان في الحديث الصحيح. كما روى الإمام حسام الدين المتقل الحيندي في كتاب كنز للأمام من حديث أنس بن مالك ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة ورقعتان في يوم الجمعة أفضل من ألف رقعة وتسبيحهم في يوم الجمعة أفضل من ألف تسبيح لكما اقترحت عليكم وانتوكوا صالوا صلاة تسبيح كل جمعة حديث ده معناه أن أي عمل صالح بيتضاعف سببه أكثر من ألف ضاعف يوم الجمعة يؤكد الكلام ده حاجات كتير أولا وانتوكوا الكلام ده قبل كده الحديث اللي رواها أبو داود بسنة صحيح صحيحة أن الرسول قال أن يوم الجمعة أفضل من عيد الفطر من يوم الفطر ويوم الأطحى ويوم الأطحى ده من أفضل أيام العش الأول من زي الحجة وسيدنا أنس بن مالك قال رفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال في الأيام العش لكل يوم فيها بألف يوم بس كان يوم الجمعة أفضل من يوم الأطحى يعني أفضل من يوم الجمعة سوابه أفضل من ألف يوم يعني فعلا كل ركعتين أفضل من ألف ركعة والتسبيح أفضل من ألف تسبيح يعني منتهى فيه منتهى الصحة طيب يبقى إذن سواب أي عمل صالح وأيضا سيدنا داود كان بالكلام ده كله أنا قلته قبل كده كان بيعظم الصدقة يوم الجمعة وكان بيصوم يوم ويفطر يوم ولما كان بيصادق صيام يوم يوم الجمعة كان بيستبشر ويعظم الصدقة وبيقول إن صيام يوم الجمعة بيعدل صيام خمسين ألف سنة بس بشيارة تصوم يوم قبل منه أو يوم قبل ما لنصوصا نهى أن يصوم مفردا لكن تصوم قبل منه يوم فدي بوشة عظيمة للي بيصوم الخميس يصوم الخميس والجمعة أو يصوم جمعة وسبت للي بيصوم طبعا الاتنين والخميس عايصوم الجمعة فطبع فإذا الرسول قال والحديث رواء الإمام حسن الخلال والإمام حسن الخلال قلت حضركم ده مام ثقة مجتهد معتبر عن دراماء في كتاب اسمه كتاب اسمه فضائل صورة الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقرأ صورة الإخلاص تلت مرات بيقول لا إله إلا الله هو واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين إلاه الدين تلت مرات ربنا بيبنيله مئة ألف ألف غرفة من در وياقوت يعني مئة مليون غرفة من در وياقوت طيب لو أنت بقى قريت صورة الإخلاص ألف مرة مش تلت مرات بس وقلت الزكر ده ألف مرة لأنه هو لا إله إلا الله هو واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين إلاه الدين دي صورة الإخلاص وده الزكر اللي فيه منتهى الإخلاص أفراد التوحيد لله سبحانه يبقى إضرب الكلام ده في تلتمية تلاتة وتلاتين يعني اسم ألف على تلاتة تلتمية وتلاتين وكسور طيب هليرجع أضرب الكلام ده تاني في ألف أكتر من ألف لأن الصابة يتضاع في يوم الجمعة أكتر من ألف فأنا حسبتها لقيت إن ربنا حيبني لك يوم الجمعة تلاتة وتلاتين ألف أو تلتمية تلاتة وتلاتة وتلاتين ألف تلاتة وتلاتين ألف تلاتة وتلاتين مليون مليون أو تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر مليون مليون غرفة من در وياقوت ده غير انك هتاخد صواب خط تلتمية وتلاتين تلتمية تلاتة وتلاتين الف ختمة. لان كل تلات مرات قرأت صوت الاخلاص بختمة للقرآن. اه شوو الصواب العظيمة. اتدخل مجودة كله اليوم الجمعة. تقرأ صوت الاخلاص مئة الف مرة. قول الزكرة ده الف مرة. والله لو عندك قوة تقول اكتر قول. بعض الناس احد الاخوة الفاضلين قال انا انا بقى اراها ست الاف مرة في اليوم. انا كنت اعنى حصل لها. لا ما كنتش مصدق. انا كنت بقى اراها الف. بس الوقتي مش قادر اراها الف. عشان الدعوة والذكر. انا كنت احتسب على الله سبحانه وتعني دي سواب الالف واكتر. لان كنت بقى عمل كده قبل كده وشغلت بتطاعة عن طاعة. فكل كل مكتهد النصيب. يوم الجمعة وافضل ايام اللي تكتهد فيها. فاللي عنده قدرة يا رسولة الاخلاص الف مرة. يقولي الزكر ده الف مرة يعمل كده. تلاتة وتلاتين مليون مليون غرفة من در وياقوت. والله يضعف لما يشاء. طبعا الحديث ده برضو حديث كده جدا قوي. برضو كلام ده كله ستبقى لكم في وصف. ان شاء الله. زي ما كما روى ابو حاتم. الحديث كعب الاحبار من قبرة علماء التابعين. واحد جاء له. واحد بيقولني لو قررت صوته اللي اخلاص مرة واحدة بس. ربنا يبني لي عشرة تلاف الف الف غرفة من در وياقوت. نفس الكلام اهو. قال له اعاجبتها من ذلك. قال له له نعم. قال له عشين الف الف الف. وتلاتين الف الف. عشرة تلاف الف الف يعني عشرة مليون. ده الكلام ده ايه? الصوت الخلاص مرة واحدة بس. طبعا انت حرقها تلات مرات. وهتقول لذكر تلات مرات. يبقى ايه? يبقى كلام النبي صعصم صحيح. يبقى ما فيش في الكلام. خلاص. الحديث بيصححوا. فكلام ده ذكر ابن كسير. يبقى ايزا اجتهد بقى يوم الجمعة. لانا نقول ده اقرأ صوت للاخلاص. الف مرة مثلا او اكتر لو تقدر. وتقول الذكر ده الف مرة. وانا هكتب لكم كل الكلام ده في الوصف. انساقوا هزا الكلام وانشونا اشو هذا العين في كتاب العظيم. اقولوا قولي هذا استخدر الله دي ولا ايه.